كشف نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجرال اليوم أن عدد المواطنين الكويتين الذين دخلوا بريطانيا من خلال نظام التأشيرة الإلكترونية والتي بدأ العمل بها قبل ثلاثة أشهر بلغ 12 ألف مواطن جاء ذلك في تصريح أدل به الجرال عقب توقعه مع وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توبايس ألوت على خطة عمل لجنة التوجيه المشترك الكويتية البريطانية للأشهر الستة القادمة عقدت لجنة التوجيه الكويتية البريطانية اجتماعها نصف السنوي بالعاصمة البريطانية لندن لبحث قطة العمل للأشهر الستة القادمة وسبل دعم العلاقات بين البلدين ترأس وفد دولة الكويت معالي نائب وزير الخارجية السفير خالي سنيمان الجارالة وبحضور ممثلين عن وزارة الدفاع والداخلية والتجارة والنفط والمواصلات والتعليم العلي وغرفة التجارة والصناعة الهيئة العامة للاستثمار فيما ترأس الوفد البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توباز إليود وخلال الاجتماع اتفق الجانبان على مواصلات تعزيز التعاون في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والتعليمية والصحية وزيادة أعداد الطلاب المبتعسين وتحسين نظام التأشير الإلكتروني وكذلك تقديم التسهيلات للمرضى الكويتيين ببريطانيا هناك الحقيقة نتائج لمسها المواطن الكويتي تتعلق في تسهيلات الفيزا تتعلق في الفيزا الإلكترونية وهي طبقت منذ حوالي ثلاث أو أربع شهور ووصل عدد المتقدمين أو القادمين إلى بريطانيا من خلال هذه الفيزا الإلكترونية حوالي 12 ألف مواطن كويتي وهذا مؤشر على فعالية هذا النوع من الفيز وأيضا نحن نواصل الحقيقة العمل ونواصل التنسيق مع الأصدقاءنا في بريطانيا على تقديم كل التسهيلات للمواطنين الكويتيين وسواء الطلبة أو من يتلقون العلاج في بريطانيا وفي المجال العسكري أعرب الجانبان عن ارتياحهم للتعاون القائم فيما بينهما وعلى الصعيد الأمني فقد استكمل الجانبان بحث سبل التعاون والتنسيق المتبادل بين الجهات الأمنية في كل البلدين خاصة في مجال الهجرة وأمن الطيران والعمل على الاستفادة من الخبرة والتقنية البريطانية المباحثات كانت متميزة للغاية ولم تتوقف على الغاز والبترول فقط بل شملت العديد من القضايا التي تهم البلدين مثل الصحة والتعليم والأمن والكويت شريك وحليف محل ثقة وهذه اللقاءات تزيد من العلاقات بيننا كما بحث الجانبان العديد من قضايا الشرق الأوسط والجهود التي تقوم بها دولة الكويت في حل الخلافات بين اليمنيين والمشاورات التي تجرى في دولة الكويت كما اجتمع نائب وزير الخارجية مع مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لشؤون اليمن ألان دانكن هناك الحقيقة تفاؤل من قبل المشاركين في هذه المشاورات ومن قبل المراقبين ومن قبل دولة الكويت بطبيعة الأمر ونعتقد أن هذه المشاورات تسير في الاتجاه الصحيح والآن أعتقد أن الأشقاء اليمنيين والمتواجدين في دولة الكويت باجتماعاتهم دخلوا مرحلة من التشاور تتعلق بالتفاصيل المتعلقة بخلافاتهم وفي نهاية الاجتماع وقعت دولة الكويت والمملكة المتحدة على قطة عمل لجنة التوجيه المشاركة للستة أشهر المقبلة والتي تهدف إلى تفعيل كفة الاتفاقيات السابقة كما وقع رئيس هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح مع رئيس مركز الأعمال البريطاني الكويتي مذكر التفاهم لتعزيز وتسهيل تدفق الاستثمارات البريطانية إلى الكويت توافق كبير في اجتماع لجنة التوجيه الكويتية البريطانية حول العديد من قضايا الشرق الأوسط واتفاق بينهم على دفع العلاقات المتميزة بين الكويت وبريطانيا إلى الأمام جمال شاهين تلفزيون دولة الكويت من أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية لندن